قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام الشيخ فيصل النواف إن المساجدات الأمنية بالمنطقة تتطلب التحلي بوضوح الرؤية وروح المصارحة والمكاشفة وعقب الاشماع الثاني لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة السعودية الرياض شدد النواف على ضرورة معرفة مكان من الخطر والتعرف على منابع التهديد لإيجاد حلول جذرية لكل التحديات الأمنية ودع النواف إلى ضرورة المضي قدما في الحفاظ على الأمن والاستقرار بإدول المجلس ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة